دكتور أيمن نور نقترب ونحن في مراجعتنا هذه من الانقلاب لكن قبل الانقلاب كان في 30 يونيو 2013 وقبيل 30 يونيو أنت تقريبا أعلنت اتزال العمل السياسي بعد أن رفضت أن تشارك كما أخبرتني في حمل حقيبة وزارية أرضت عليك في شهر إبريل قبل ذلك بشهرين لا أول حقيقة ما كانش حقيبة وزارية هو كان لقاء تم يوم 13 أربعة دعيت إلى لقاء في رئاسة جمهورية وأنا تصويتنا لقاء زي اللقاءات المعتادة فجت اللقاء كان اجتماع سنائي بين ومن الدكتور محمد مرسي ودخلت الكاميرات والتقطت الصور وإحنا كنا جالسين في كرسين متقابلين وبيننا العلم فالمشهد نفسه كان غريب بالنسبة لي اجتماع الصمار حالي ساعتين لم يكن هناك إنذار مسبق لا لا خالص هو اللي حصل يعني كان اجتماع تشوري فأنا تصويتنا من متعدد الأطراف وقت لقيته اجتماع سنائي وده كان الدكتور مرسي بعمله معي ومع آخرين فلم أندهش قوي لكن كان شكل أو إخراج المشهد كان غريب شوية كان فيه تصوير وفيديو وتلفزيون وكاميرات وصحفيين للاجتماع قبل أن يبدأ ثم بدأ الاجتماع في درداشة طويلة عن تقييم الموقف والمشاكل والمخاطر والأزمات ثم تطرق دكتور مرسي لموضوع عايزيني أشيل دكتور الشام أنديل إيه ملحظاتك على دكتور الشام أنديل قلت له يعني عايزة عرف إيه مميزاته في هذه المرحلة هو رجل محترم رجل فاضل لكن هو وزير جايد لكن رئيس وزراء غير سياسي في مرحلة كلها السراع السياسي ربما ليس هو الاختيار الأفضل فقال لي طيب والبدأ المطروحة فأنا اقترحت بعض الأسماء ثلاثة أسماء الأول الدكتور تحفظ عليه باعتباره أنه سيستقيل خلال أسبوعين فقلت له طيب الله ما دا المطلوب يعني إثباته يبقى هو مش قد المسئولي إذا فعل هذا فأنت الرابح إذا أكمل وربنا وفقه شاء المسئوليين أنت الرابح وفي كل الحالتين حلحلنا الأزمة بشكل ما الدكتور كان عنده تحفظ على الفكرة دي فقال لي هل لديك اقترحات أخرى فقلت له باقترح فلان فقال لي دا كان عنده سلامة بالنظام مبارك فقد يحسب على كذا ويؤدي إلى كذا وقال لي وجهة نظر أنا احترمتها فقال لي كرئيس سزراء ربما يكون صعب لكن يعني نبحث لصيغة للتعاون معه وراجل عاقل وراجل قد يفيد قال اسم الثالث قال لي يعني قد يتحفظ عليه البعض من القوى الإسلامية ومن الإخوان تحديدا لأنه كان عضوا سابقا في الإخوان وبالتالي يعني قد يسير حساسيات مع الإخوان فقالت له الله يعني مفيش في الزهني أكثر من الأسامي الثلاثة دول فقال لي أنا في الزهني شخص رابع أعتقد أن أنت ممكن تساعدني في هذه المهمة فقالت له مي فقال لي أنت فقالت له الحقيقة أنا مش مؤهل الحكاية دي خالص وأحنا نفسيا الحقيقة ما كانش في الزهني ده وما عنديش إجابة دكتور دلوقتي والموضوع مش مطروح ديني ومين يعني نتداول في الموضوع سوى لأن لو فكرت في هذه الخطوة لابد أن تكون في إطار حكومة اقتلافية زملائنا اللي بيستعدوا بقال تلاتين ستة مدى رغبتهم أو يعني إمكانية أن يشاركوا في حكومة اقتلافية دي مسألة يعني محل شكل يعني بدأ الكلام عن الإعداد لتلاتين ستة لما حصل اللقاء ده ده كان تلاتين ستة قطعت أشواط واسعة جدا وأنا الحقيقة كنت شايف الخطر يعني أنا شايفيه خطر حقيقي ربما الدكتور محمد كان يشعر بالخطر لكن يعني ما كانش شايفه بالوضوح اللي أنا كنت شايفه به وقلت له ديني تمانية واربعين ساعة وخرجت من عنده زورت أستاذ عمرو موسى في زيارة استمرت برضو ساعتين وكان فيه روح إيجابية الحقيقة عشان برضو أسكر الحقيقة وكانت إيجابية أكثر مما كنت أطراقها حدث خطأ معرفش هل هو مقصود ولا غير مقصود إن أحد زملائنا في المؤسسة الرئاسة معرفش صلب خبر ولا نقل خبر خلينا نقول نقل خبر للصحافة إن هذا الاجتماع كان من بين ما أسير فيه هو مسألة الأسل الوزراء واحتمالت بتكليفي بأسل الوزراء هذا الخبر اللي اتنشر في الأهرام ومع صورة للجلسة اللي كانت الحقيقة توحي بهذا المعنى أفسد كل محاولة الاتصال بالآخرين وأنا كان طلبي اللي أنا طلبته أعتبروا إن كنت مشارك في الطبخة لا يعني أنت ما هتيجي أقول لحيارتك ما هتيجي نفكر في فكرة حكومة اقتلافية ونختار يعني فيما بيننا من يرأسها قد تقبل الفكرة لكن لو أنا كلفت زي ما الخبر قال وجاي أعرض عليك أقول لك لا أنا أسف لأن في النهاية يعني هو مش طرف أصيل في الموضوع وأنا كنت أحب إن أنا أعرض الموضوع على الشركاء اللي كنا بنتمنى مشاركتهم بصيغة إن إحنا بنتشاور مش بصيغة إن هناك خرار وأنا جاي أطلب منك أن تنضم معي ده الحقيقة أفسد للأجوال ومعظم الأطراف اعتذرت لما ألتقيت بيها وبعض الأطراف لم يتم اللقاء أصلا إن كانت الخبر يعني أشيع في هذا الوقت وأنا طلعت نفيت وقلت هذا كلام غير صحيح وألتقيت بالدكتور مرسي بعدها وأوضحت له يعني صعوبة الموقف وأنا بالنسبة لي لا أحتمل فكرة أن أكلف بهذه المهمة أنا أحتمل أن أشارك في تشكيل حكومة متعددة الأطراف ممكن أبقى رئيسة وممكن أجي في الآخر وقول لك والله أنا شايف دكتور عزام أفضل مثلا فده كان يدينا مساحة حرية حركة مع الآخرين هذه المساحة أغلقت بنشر الخبر اللي ممكن يكون جهات أخرى هي التي سربته يعني قيل لي أن زميل في الرئاسة هو الذي سرب الخبر لا ممكن يكون الجهات الأمنية هي التي سربت الخبر لضرب المشروح ويعني تم تجاوز هذه المسألة اللي هي ما أقدرش أقول كانت تكليف برئاسة الوزراء لكن هي كانت مناقشة انتهت لإمكانية ده أو عدم إمكانيته فأنا الحقيقة شعرت أنه لا توجد إمكانية لهذا على الأقل في هذا التوقيت وقالت له يعني قد نطرح هذا الموضوع بعد الانتخابات البرلمانية اللي كان مقرر بعد شهرين تقريبا قبل أن تلغى زين الانتخابات وأنا كان هندي شعور أن الانقلاب يسير بخطوات ثابتة أنت إيش كان موقفك من 30-60؟ الحقيقة هقول لك يعني حضرتك سألتني عن فكرة الانسحاب من العمل العام وأنا أعلنت فعلا أن عندي رغبة في اعتزال العمل السياسي وهذا الخرار كان يصادف هوى في نفسي وكنت بفكر فيه من بعد السورة الموشبات وكان عندي رغبة أن أكتفي بالعمل الأهلي والعمل الاجتماعي بعد 30 سنة من العمل السياسي سجون واعتقلات ونضال ومعارك الحقيقة بعضها كان سخيفا وبعضها كان عظيما لكن في النهاية كان عندي رغبة في أن أعتكف وأكتب كتب كثيرة حرمت من كتابتها أنا عندي 3-4 كتب أصدرتهم وكان عندي مشروع لعشرات الكتب اللي كنت بأحلم أن أستكمل كتابتهم ده تواكب مع أزمة 30-6 إحنا في حزب غد السورة تحديدا يوم 30-5 علمنا مبادرة من عشر نقاط اسمها افعل أو ارحل وإننا الدكتور محمد مرسي إما تفعل كذا وكذا 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 أو ارحل إذا ما كنتش خادر على فعل ده فيعني النتيجة واحدة أنك سترحل هذه المبادرة كانت محاولة للم موقف الحزب لأن الحزب كان فيه موقفين بوضوح موقف مع وموقف ضد موقف شايف أن هناك فشل متزايد ومستقبل غير واضح وموقف شايف أن هذا الرأي متعجل جدا وده مبكر وإحنا نلتزم بخواعدنا الديمقراطية وخواعدنا الإبرالية ومبادئنا وهي الاحتكام للصندوق وليس غير الصندوق بعض الزملاء بدأوا ينخرطوا في حملة تمرط من الشباب في الحزب وبعضهم بدأوا يشارك في مظاهرات أمام الاتحادية وغيرها وبعضهم كان شايف أن المصار ده ليس هو المصار الصحيح ويجب أن ندعو التوجه الديمقراطي أكثر من هذا وأنه دافع حتى لو هجبنا من شركائنا الآخرين اللي يعني بيخفوا معنا تحت لافتة القوى السياسية المدنية والليبرالية أنا كنت مع الفريق الأخير قبل تلاتين ستة كانت الانشقاخات أو الأزمات بدأت تؤثر بالفعل على الحزب وبقى فيه تصريحات بتقول وتصريحات بتقول كلام عكسه وأنا طلبت الاحتكام إلى الهيئة العليا للحزب وكانت المفاجأة أن الخرار كان في اتجاه المشاركة في تلاتين ستة باعتبارها غضب شعبي مشروع وليس استعانة بالعسكر لا 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 خالص وحتى الذين وفقوا على تلاتين ستة ودول كانوا للأسف الأغلبية وهذا يعني لم يرضيني نفسيا لأن أنا كنت مع المعسكر الآخر اللي شايف أن لا نشارك في تلاتين ستة الحقيقة كان وجد نظارهم أن ده غضب وإحنا مع حق التعبير وإذا كان هناك غضب فلتعبر الجماهير عن غضبها ويجب على السلطة أن تحمي هؤلاء كي يتمكنوا التعبير عن أرامل لكن ما كانش فيه كلام بقى لا في انقلاب ولا عسكر ولا عز الرئيس ولا إلغاء دستور ولا أي كلام من ده خالص فأنا الحقيقة جاء لي رغبة كده وكنا في غضون شهر رمضان في هذا الوقت جاء لي رغبة في الاعتكاف فقلت له ما تبروني معتكف أو معتزل أو يعني مكتفي بهذا القدر من العمل السياسي بعد مروض تلاتين سنة عمل سياسي وحزبي ورحت أقمت في الأسكندرية في بيتي أولا ثم انتقلت إلى بيت آخر استجرته في الساحل الشمالي اللي لا يعرف عنه أحد إلا عدد قليل جدا المحطين بيه وده اللي عشت فيه مرحلة تلاتين ستة وما بعدها إلى أن جالي اتصال تليفوني في ليلة غبرأ كنت كتبت تويتاية قلت فيها على المشير السيسي يعني هذا بعد الانكلاب؟ آه بعد الثلاث سبعة علن المشير السيسي أن يخلع ملابسه العسكرية وينزل حياة سياسية لو أنت بتلعب سياسة وتدعو للتظاهر وتدعو الناس فوضك وانت وزير الدفاع بقى أمرت إيه؟ إيه المنطق في كده؟ اخلع ملابسك العسكرية دي وعمل اللي أنت عايزه لكن وانت وزير الدفاع وتدعو للتظاهر بسألة مش مقبولة يبدو أن هذه التغريدة نقلت له بطريقة يعني مختلفة أن بيقولك اخلع هدومك أو اخلع ملابسك فاستشاط عضباً وجدت لي مكالمة الحقيقة كان نصفها الأول رقيق وعزب ولطيف وفيه تقدير ودورك ونضالك وتاريخك وعلى طريقة الشهد زوفرينيا المعتادة النصف الآخر فيه تهديد ووعيد ولازم توضح نفسك وفيش حاجة اسمها إلا اخلع ملابسك تقول وزير الدفاع قلت له يا سيدي الفاضل أنا قلت اخلع ملابسك العسكرية وهذا أمر طبيعي يعني مش معقول فيه عسكري بينام بملابسه العسكري أكيد بيخلاحها بالليل ورجع يلبسها الصبح فهذا ليس عار عايز أقول لحضرتك أثناء المكالمة دي مشهد صورة كده تخيلها أنا كنت بتكلم على الموبايل ماسك الموبايل بإيد الشمال تحديداً وإيد اليمين كانت بتنزل ملابس من دولاب الملابس إلى حقيبة صغيرة أخذتها أغلقتها قبل أن أغلق المكالمة واتجهت فوراً المطار أنت أدركت أنه فيه تهديد صريح لا لا مش تهديد أدركت أن فيه استحالة للتعامل بهذي الطريق رجل مصر أنه نطلع أيده يقول لك أنت يعني نشاز في المنظومة الليبرالية ولا هو عارف أصلا منظومة الليبرالية يعني إيه أنت مش عاوز تقول مين اللي أحكى معك أصلاً واضح يعني غير ما أقول يعني فعايز أقول له حضرتك كان فيه استحالة أنه هو الراجل بيفكر بطريقة واحدة أو النظام بيفكر بطريقة واحدة أنت لمعي لضدي لمعي فتبقى معي في السلطة لضدي تبقى في السجن جوش دا باليوبوش مرة تانية بالظبط طب وإيه بقى اللي يعني إيه اللي جبرنا على كده أنا الحقيقة كان عندي أصلاً جراحة كان مفروض أعملها لنتيجة انقطاع في الرباط الصليبي كنا أشرنا إليه في حلقة السابقة كان مفروض أعملها في ألمانيا يوم أربعة سبعة فأنا قلت لو سفرت على موعد الجراحة دي هيقال إن دا هروب بعد ثلاثة سبعة أو بعد ثلاثين ست فأنا قلت أعجلها شوية وسافر في مرحلة ضحة فأما جات هذه المكالمة وبدأت الدماء وأنا الحقيقة عندي حسية مفروضة من فكرة الدم ولا أستطيع أن أقف أبداً في صف طرف يسفك دماء المصريين أو أتحمل بدرجة ولو واحد في المليون مسؤولية تبرير سفك دم إنسان نتيجة رأيه أو موقفه السياسي ولا أحتمل دا أبداً فأنا قررت قلت إن أنا هطلع على لبنان أخذ أسبوع أجازة متى كان تاريخ مغادرتك؟ أظن في شهر ثمانية يعني بعد ما فضت رابعة؟ أه أظن بعد رابعة أنا لم أحتمل هذا وأنا أعلنت طبعاً هذه مسبحة وقلت أنا بخجل من هذا الذي حدث أخذوها في إعلام الحكومة وقال لك دا قل يخجل من مصريت وأنا مقولش كده طبعاً ولا يمكن أخجل من مصريتي أنا قلت أخجل من هذا الذي حدث ولأنه كان مخجل أن تسيل كل هذه الدماء وأن لا يرى أحد أن هذه جريمة ولا يقبض على شخص ارتكب هذه الجريمة أو حرد عليها ما أسألها يعني كانت فوق العقل بالنسبالي روحت على لبنان تعثرت في يعني بالصدفة في درجة سلم فانقطع رباط الصليبي اللي كان مفروض أنه هو في حالة تمزق وليس انقطاع حصل انقطاع كامل فطارية عملية العملية في لبنان فافضلت ستة أشهر تقريباً يعني بين الجبس والجراحة وفشل الجراحة وقعدت الجراحة هذه الفترة كانت أكبر بكتير جداً من تصوري وأنا خارج من مصر ما كنتش تتوقع أنك تقعد هذه الأحلام أنا كنت بتكلم في اسبوع سبعين تلاتة غيرت ما الأمور تهدى وتعقل كده الأمور ما هديتش الأمور قعدت يعني تزيد جنوناً وتزيد تطرفاً وعنفاً فأنا الحقيقة أكملت رحلتي في لبنان وبدأت أشارك من خلال الاجتماعات بالفيديو كونفرنس بغيرها شاركت في أعلان بروكسل من وجودي في لبنان من خلال تغريداتي على تويتر من خلال اجتماعاتي مع الحزب كان زملائي في الحزب بيجوا يزروني ان تجتمع لهاية لازال الحزب موجود؟ آه موجود موجود وفاعل ونشط وآخر واقعة يعني أحد زملائنا نواب الحزب في برلمان 2012 وعتقل في دبي لازباب غير معلومة وظل مختفيا قصريا لمدة مئة يوم ثم رحلوا لقاهرة دي آخر وقع منذ وقت قريم وكيف استقبل في القاهرة؟ الله أعلم والله أنا قلبي معه ربنا يلطف بي ويلطف بكل أخوانا وأهلنا المعتقلين في مصر وكل معتقر رأيي في أي مكان في العالم يعني قلوبنا تنفطر على ما يحدث في مصر وعلى ما يحدث في سوريا وعلى ما يحدث في ليبيا وعلى ما يحدث في اليمن يعني لم تكن السورات العربية تستحق هذا المصير خلينا أقول لحضرتك بس أن أنا يعني فضلت المدة سنتين تقريبا في لبنان الشقيق كان لبنان بلد قريب جدا إلى قلبي ومازال أشعر أنه أقرب بلد جغرافيا بالنسبة لي إلى مصر وكان أصدقائي من كل الأطراف ومن كل الطائرات بيجوا يجتموا معي ويلتقوا بيها حتى الحزب كان يعني بدي أعمل اجتماعات شبه دورية في لبنان لقرب المسافة وما فيش تأشيرة وما فيش قيود على الانتقال بين البلدين إلى أن يعني تعقدت الأمور شوية في الشهور الأخيرة في لبنان حيث أشعرت أن الطرفين في لبنان يعني يبدو أن هم غير مسترحين لموقفي السياسي وكانت القضية السورية فاصلة في هذا الشأن وتحديدا مع أحد الأطراف أني موقفي في سوريا أنا مع الثورة ولن أكون أبدا مع أي طرف آخر مهما كانت المبررات خاصة إذا كان هذا الطرف قاتل ومجرم وقاتل شعبه فتبعدت مواقفي عن مواقف كل الأطراف بعضهم إرضاءا لأطراف خالجية وبعضهم إرضاءا لأطراف خارجية مش خالجية خارجية وفي كل الحالات كان موقفي بعيد عن موقف كل الأطراف الفاعلة إلى أن جاء رمضان الماضي في نهاية رمضان كان عندي ضيوف من الأردن الشقيق على الإفطار فاتصل بي مدير المخابرات الحربية في جبل لبنان وهو اسمه العقيد جوزيف غنطوس وطلب أن يزورني فورا فقلت له فورا ده هيصادف الإفطار فيسعدني أن تفتر معنا أنا ما كنتش عرفه والحقيقة كنت في الأول متصور أن هي دعابة من صديق ولا حاجة بيهزر يعني إيه مخابرات حربية وعايزش في وقت الوقت كلامي يعني الحقيقة كان غريب بالنسبة لي ففعلا الرجل وصل في ساعة الأدان وأسمعني كلما طيبا عن ترحيب لبنان بوجودي وأن وجودي ده محل تقدير وكلام محترم جدا الحقيقة ولكن ولكن قال أنه عنده معلومات معلومات مفادها أن هناك محاولة لاغتيالي في لبنان فأنا الحقيقة يعني ابتسمت وكتمت ابتسمت سخرية لأن الحقيقة يعني لم يدخل إلى عقلي ولا إلى قلبي هذا الاحتمال في أي وقت لا في لبنان ولا في غير لبنان فقلت له يعني لو حاضرتك تخصد أن السيسي وفكر في اغتيالي فأنا أعتقد أن عنده قيمة طويلة جدا على الأقل فيها تسعة وتسعين اسم قبل اسمي فممكن يكون رقمية فطول ما تسعة وتسعين دول كويسين فأرجوك يعني لا تضع هذا الاحتمال في زيني يقول لي أنت عايز نمشي أمشي ألا بالعكس مش عايزين أنك تمشي إحنا عايزين نزود الحراسة عليهك ونزود الأمن ونصفح السيارة ونعمل شرف إيه ولا تنزل إلا مش عارف كذا وكذا فقلت له طيب وليه دا كله وقال الأول قلت له قلت له يعني في تسعة وتسعين اسم قبل أما يبقوا يقتلهم يبقوا تعالوا حموني فقال لي أنا هسألك سؤال مهم التسعة وتسعين اسم دول في لبنان هنا قلت له لأ قال لي فين؟ قلت له في أوروبا وتركيا وأمريكا وخطر قال لي بقى أنت رقم واحد أنت رقم واحد بلا نزاع قلت له ازاي يعني قال لي ما هدول مش هيقدر يعمل لهم ده لكن في لبنان يقدر يعمل ده فأرجوك تأخذ الموضوع بجدية وأنا يعني مش جاي أقولك كلام فاضي طبعا محتمل يكون كلامه صحيح ومحتمل يكون هذه حجة والله يبص أنا حتى الآن معرفش ويعني أنا فكرة الاغتيال وكده الحقيقة رغم أن في الوقت ده كان فيه كاتب صحفي في مصر اسمه عاصم حنفي كتب مقالة في المصر اليوم أوصى فيها بهذه العمليات القذرة وقال أن هذا هو وقت التصفية وكان مقالة غريب جدا لكن أنا شخصيا وحتى الآن ما عنديش خناع أن النظام المصري ممكن أن يصل يعني إلى هذا المستوى من تصفية شخص بيقول رأيه صحيح هو بيصفي جواب مصر لكن هيصفي كمان برا مصر مسألة الحقيقة بالنسباني أنا مش متأكد منها لكن يعني تحت ضغط الزرف ده أخدت قرار أن أنا أترك لبنان وكان عندي خيارين أنا أذهب إلى القاهرة وأنا ليس لدي أي قضايا ولأي التهمات لكنها مخاطرة في ظل النظام غير عقل والحقيقة مفيش عندي قضايا النهاردة ممكن يبقى بكرة عندي قضايا ممكن نوصل بكرة بعد بكرة يقول لك يا إحنا اكتشفنا ده أنت عليك قضية أو في فلان تقدم ببلاغ فإحنا لازم نحقق معاك فياخدك فتدخل فيه يعني هذه الدوامة اللي الحقيقة مفيش مبرر لها في هذه المرحلة فكان الخيار الثاني أن أأتي إلى تركيا وقد انتقلت إلى تركيا منذ عدة أشهر بعد رمضان الماضي نتكلم طبعا رمضان 2015 ميلادي رمضان 2015 لأنه قد تعاد هذه الحلقات في أزمنة قادمة إن شاء الله ما تعاد نكون في مصر ونشاهدها يا رب في مصر بإذن الله سيدي ربنا يعيدك إلى مصر سالما غانما اللهم أعلم إن شاء الله على كل حال بعد الفاصل سنتكلم عن مشروعك الإعلامي طبعا دكتور أيمن نور نحن في إسطنبول وإسطنبول أصبحت ملاذا لعدد كبير من السياسيين والنشطاء الذين جاءوا من بلاد الربيع العربي عندما كان الربيع ربيعا صحي وأصبح الآن خريفا أيمن نور السياسي أيمن نور القانوني أيمن نور الصحفي أصبح الآن أيمن نور الذي يديره قناة فضائية يعني أصبحنا زملاء تشرف كبير يا دكتور إيش قصة دخولك على قناة الشرق هو الحقيقة يعني أنا في الأصل إعلامي وكان عندي عضوية نقابة الصحفيين وما زال منذ قرابة أكثر من 35 سنة وبالتالي أنا لست غريبا على الوسط الإعلامي قبل الإنقلاب أسابيع قليلة فعلا كنا أسسنا قناة في مصر باسم قناة الغد وكانت هذه القناة واعدة واستعجرنا موقع كبير في داخل مدينة الإنتاج الإعلامي ودفعنا مقدم بهذا المكان بس ما طلعتش على الهواء والحقيقة كنا مقررين أن تخرج بعد رمضان لأن كانت المنافسة في رمضان ربما تكون عنيفة فقلنا خلينا نطلع بعد رمضان بقوتنا بعد أن يكون الآخرين استنفذوا كل أخواتهم لكن لم يريد ربنا سبحانه وتعالى وكان الانقلاب وبالتالي صادروا حتى الأموال التي دفعناها دون منطق ودون سبب وأجهزتنا وكل هذه الأمور الحقيقة ذهبت بما فيها الفيلا التي كانت مستقرة داخل مدينة الإنتاج لخروج هذه القناة والتردد وكل حاجة انتهت وانتهى هذا الحلم بالنسبة لي عند هذه النقطة قلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا زارني في لبنان أكثر من بره الدكتور باسم خفاجي وكان في هذا الوقت يفكر في قناة جديدة تخرج معبرة عن قوى سياسية مختلفة فهو رجل لا ينتمي لجماعة الإخوان لكنه يعني ينتمي لمرجعية إسلامية ولم يكن في يوم الأيام من الإخوان ولا أي شيء وطلب مني أن أشاركه في هذه القناة فشاركت بنسبة قليلة خرجت القناة تعصرت يعني أنت أنت مشارك فيها منذ بدايتها منذ بدايتها وتعصرت فبدأنا نزود الأسهم نزود الأسهم كمساعدة لقناة النهية السمدة ثم توقفت القناة بالكامل وده أحدث مرارة في نفسي خاصة أن أنا شفت شماتة أجهزة الإعلام في مصر في إغلاق قناة الشرق وظلت القناة مغلقة قرابة الشهرين تقريباً طب هي تعثرها سببه مادي؟ مادي، مادي فقط لا غير بل بالعكس القناة كانت عندها تقدم شديد في المشاهدة والحقيقة كان فيه جهد رائع وكان فيها تنوع وكان فيها أطراف مختلفة وكانت خناة مفتوحة لكل الأطراف وده في حد ذاته شجعني إن إحنا نستسعيد هذه التجربة ونشتري اسم الشرق والرجل كان متفاهماً جداً يعني إحنا اشترينا بجزء من أو بالمديونيات يعني مجرد صددنا مديونيات كانت مديونيات ضخمة لكن استطعنا إن إحنا نجدو الجزء كبير منها وتم تزديده وتم انتقال 97% من أسهم القناة لشخصي وأصبحت مسؤولاً عن هذه القناة وعن خروجها خرجنا في بداية أظن شهر 9 2015 وخلال هذه الشهور صدفت القناة بعض المتاعب بعض المشاكل المدية عقود إعلانات تلغى بتدخل دولة صغيرة شقيقة ما عرفش هي عايزة إيه بالزبط أنا ما عودش فهم الحقيقة إيه يعني مش روحها فين يعني يعني مهتمة بشؤولنا أكثر من لأنها صغيرة هي لا تعرف ماذا تريد يعني الحقيقة هي لا تعرف وإحنا كمان مش عارفين تحاجة محيرة حالة محيرة في هذه المنطقة يعني جات شركة عقدت معنا على عقد إعلان محترم جدا لمدة ثلاث سنوات ودفعوا للإعلانات ثم اختفت الشركة رغم أن هذه الشركة كانت عملت فرع لها في البلد التانية عشان تتعاقد معنا من الفرع اللي في البلد التانية دي مش في الفرع اللي في الإمارات من الآخر يعني ورغم هذا ضغط على الشركة ألغت العقد مع شيء مش بفهومة طبعاً بيهددوهم أكيد عندهم مصالح عندهم حسابات عندهم مواقف وإحنا حتى كنا مضيين نعمل اسم شركة أخرى عشان يعني الشركة الأساسية اللي هي لها فرع في الإمارات أو الأصل بتاعها في الإمارات ما تبقاش طرف في العقد ما هو مجرد ظهور الإعلان في التلفزيون حيكشفهم بالظبط هو ده اللي حصل هو ده اللي حصل إنهم عارفوا من شركات الإعلان مين الشركة اللي أخذت الإعلان لأنها بعضها كانت شركات أجنبية وشركات خارجية فكان الوصول يعني مين المصدر كانت مسألة سهلة طبعاً دي كانت عقباء عمت لنا شوية اهتزازات والإعلانات في العالم العربي محتكرة للأسف محتكرة يعني محدش يقدر يقرب عليها إن شاء الله هنقرب يعني ما عندناش أمل غير كده لأنه حقيقة عندنا عباء كبيرة لأنه القناة بتتوسع إحنا بدنا نطلع على أكثر من أمر بدأنا ننفتح على كل المصريين وأن هذه قناة لكل المصريين بل هي قناة لكل دول العربية العربية ومجلس أمناء القناة هو مرآة بتعكس هذه الصورة اللي فيه من تونس وفيه توكل كرمان وفيه عماد الدائمي النائب التونسي وفيه عبد الرحمن يوسف ودكتور سيف عبد الفتاح وطارق الزمر وهاب شيحة وحتم عزام والدكتور الفاضل الصديق العزيز محمد محسوب وأسامي الحقيقة كلها مجلس أمناء مشرف إنه يعبر عن كل قوى الثورة بل كل قوى الثورات العربية وفيها الدكتور أحمد طعم رئيس الحكومة السورية المؤقتة أسامي على هذا المستوى الحقيقة والسفير إبراهيم يوسري وهو من أفضل وأعظم الشخصيات في تاريخ مصر هذا الرجل المحترم المناضل هذه الكوكبة أعطتنا دفعة معنوية كبيرة جدا بدأت القناة تم فتح على قوى سياسية مختلفة برؤية لا أستطيع أن أقول أننا قناة مهنية محايدة تأخذ الرأي ورأي الآخر لكنها تتسامح في بعض المناطق أكثر من قنوات الأزمة وإحنا قلنا إحنا لسنا قناة أزمة وهذه القناة نريد أن نعود بها مصر ونريد أن ننافس من هنا وننافس من مصر القنوات التي أساءت إلى الشعب المصري وإلى قيم الإعلام من هنا إحنا عندنا معركة أوسعة شوية من فكرة الأزمة البعض يتسامح ويقبل مننا ده البعض يعاتبنا ويدعي علينا ويفتري علينا أحيانا البعض يقول أنكم غيرتم مصار القناة والحقيقة دايما أسأله إحنا كانت القناة موجودة القناة ما كانتش موجودة قناة إحنا أعدنا تأسسها أخذنا رس اللوجو وأعدنا تأسسها من كل حاجة وبالتالي كان طبيعي أن يكون فيه مغيرة لأن بالقطع فيه رؤى مختلفة فيه أشخاص مختلفة فيه إعلاميين مختلفين شعراء فنانين رموز سياسيين أكيد هذه الكوكبة لابد أن تنتج إنتاجا مغيرا ولو بقدر لكن هو السؤال هل فرطنا في سوابتنا أبدا هل حد عندنا قال أن اللي حصل في الثلاث السبعة ده مش انقلاب أبدا هل حد بارك سفك الدماء أبدا هل حد تسامح في حق هذه الدماء أبدا لكن أنا قناة تدعو للوسطية والاعتدال تدعو للتسامح تدعو أن نقبل بالآخر تدعو أن نهيئ أنفسنا لمرحلة ما بعد السيسي السيسي زاهب لمحاله المشكلة التي ستتفاضفنا يا دكتور هي كيف نستطيع أن نتعاون مرة أخرى كأمة واحدة كيف نستطيع أن نعيد ترميم جماعة الوطنية بمفهوم ورؤية واضحة لمستقبل أفضل مصر طبعا هذا لازم ينعكس في البرامج بقدر كبير الحقيقة إنعكس لكن يعني هو حجم المخاوف مش عايزة أقول التخوين لكن حجم توقع أن هناك تغيير جوهاري أدهشني جدا وبعض الناس افتروا علينا كثيرا قالك دول منعين ظهور سورة دكتور محمد مرسي ورجل يظهر في كل مناسبة وبغير المناسبة دول منعين شرط رابعة والحقيقة بالعكس كثير من يعني عايزة أقولك إن احنا كل الطيرات ممثل هناك من الإعلاميين الذين يقدمون برامج ينتبون الجماعة الإخوان المسلمين وهناك الإبراليين وهناك شاعر دكتور صلى عبد الله كان في لجنة الخمسين بتاعت السيسي وهناك لكن طبعا هو يعني رفض هذا وانتقد السيسي وله قصائد رائعة في قطح ما حدث بعد ترشو حسيسي في كل حاجة فطبيعي إن يبقى يكون في مساحة هنا أوسع شوية هنا أضيق شوية والناس ستتصور أحيانا يعني أعاتب أحيانا على التويتر أو كده من أشخاص أعرفهم وهو من اللجانة الإلكترونية أعرف أبوضا وأنا الحقيقة بعرف اللجانية يعني بشم ريخة اللجان وبقى بعض الأطراف كي واحد كده موش ألازمو عام اللجنة الإلكترونية الواحده يعني تدافع عنه أو تدافع عن مطالبه أو تدافع عن ابتزازه مثلا يجي لي بعض الأطراف بقولك إزاي تستضيفه فلان اللي في يوم كذا قال جملة كذا الناس متصور أن أنا قاعد في القناة بمسك ضيف ضيف أسأله مين حضرتك وبتعمل إيه لا أنا عندي مساحة للمعدين ولنظر أنه في إنسان كان له موقف سلبي في يوم من الأيام وتغير وتغير المشكلة وأصلا هو وسيلة الإعلام المفروض أنها تغير في قناعات الناس يعني أنت عندك قطاع كبير جدا في مصر واقف مع السيسي أو وقف مع السيسي في يوم من الأيام طب هذا أنت عاوز تستنقذه بالضبط يا ذكر ما ينفعش تستثني وتهمش يعني عايز أقول لحضرتك في أسماء بعينها كان لها مواقف أنا اختلفت معها لكن النهاردة لها مواقف في غاية الوضوح وضد السيسي وفي السراع معاه ويقول لك أنا ما عنديش قناة قدر أطلع من خلالها رأيي فما يجي يطلب أن هو يقول رأيه أقول له لا أصلا أنت يوم ثلاثة سبعة كنت قلت لا المفروض يفضل على الصم طيب أخطأ منهم حد يجيه وبكى وقال أنا نادم على ما قلته وبعدين المنطق الشفوني دا الحقيقة منطق عجيب بدا أنا عانيت 8 سنين طويلة مكان مبارك يمنع أعمل قيمة المحظورين وكان اسمي في أول هذه القيمة فأنا مش هعمل قيمة المحظورين في قناتي ولا بتدخل في أعمال معديني ولا محرريني ولا بروديوسر بتوع البرامج أنا بعرف بهذا ما الناس تعرف بعرف ما حد يشتمني ويهاجبني يقولك طلعتوا فلان أنت طلعتوا فلان يا شباب يقولك أطلعنا فلان أسوأ شيء في أي مؤسسة إعلامية أن تكون هناك قوائم سوداء طبعا طبعا أنا ضد دا تماما وينبغي ألا يفكر في ذلك إطلاقا وبعلينا الدكتور يعني لو طلع دا عندكم في الحوار ما بيزعلوش لو طلع في الجزيرة ما بيزعلوش يطلع عندنا بقينا مجرمين ومتأمرين يعني في أسامي بعينها الزميل مجدي شندي طلع عندنا مرة أو مرتين يقولك إزاي يطلع؟ طب يا أخي ما هو بيطلع في الجزيرة واللي بيقولي إزاي يطلع دا دا كان بيطلع معاه هو شخصيا في نفس الستوديو في الجزيرة الله طب هو يعني مباح أو مسموح الجزيرة مش مسموح لنا ما يعملونا كأننا يا أخي الجزيرة كأننا ربع الجزيرة وبعدين يجي خلي بالك دا مقابل إيه بأحارتك مقابل إن المتطرفين الجانب الآخر في مصر إنت إزاي تطلع في خناة الجزيرة؟ أنا ميلي أنا إنت تقولي إنت إزاي تقول دا أنا مسؤول عن ما أقول أطلع في الجزيرة أطلع في العربية أطلع في الفضائية أطلع لوحدي في الشارع أقول الكلام دا أنا حر أنا مسؤول عن ما أقول يقولك إنت إزاي تطلع في الجزيرة اللي فلان طلع فيها وقال كذا إحنا ما هنفش فلان دا أصلا طب بعد ذا أسألك دكتور الآن الإنقلاب في مصر اعتمد على المؤسسات الإعلام المحلية بشكل هائل وطبعا بعض مؤسسات الإعلام العربية التي تبث من دول أو مملوكة في دول مولت الإنقلاب وأيدته وما تزال تسانده بكل قوة أين دورك هل فعلا شعرتم بأنكم بدأتم تخترقوا هذا الجدار الإعلامي الهائل الذي يعني من وجهة نظرنا على الأقل طلل كثيرا من الناس في مصر شوف حالتك إحنا لا استطيعنا أدعي إن إحنا اخترقنا لكن إحنا تجاوزناه وبدأنا نقدم أعلام بديل وهذا هو الأهم أن يشعر المواطن المصري النهاردة اللي كان بيشوف أحمد موسى مثلا إن دا شيء مقزس فيحول على قناة الشرق أو غيرها من قناوات الشريفة المحترمة اللي بتقول كلمة عاقلة يستطيع أن يقبلها مش بالضرورة أن الشخص دا يكون مؤيد لجماعة أو لحزب ومش بالضرورة أن يكون لم يكن مع السيسي في يوم الأيام لا ممكن يكون كان متعاطف مع السيسي أو أيد السيسي لكن وجد بالتجربة أن هذا الرجل فاشك وأن العملية التي قادها السيسي قادت إلى كوارث ونكبات في مصر فالرجل تراجع طب هو عايز يسمع كلام يشعر أنه يعبر عنه هل دا بالنسبة لي جزء من جمهور المستهدفة لا لا الذي يسقط من معسكر السيسي أين الحضن الذي يمكن أن يحتضله سياسيا وأعلاميا إحنا حتى الآن لم نستطع هذا الوعاء الجامع اللي يقدر يلم كل الذين تساقطونا من معسكر تأييد السيسي إحنا بنتعامل معهم باعتبرهم جرب وهم بيتعاملوا مع معسكر الشرعية باعتبره هو كمان جرب وهذا هو تحديدا ما يحتاج السيسي للبقاء إذا أردنا أو فهمنا الحسابات السياسية التي يقدرها السيسي هو يعيش الآن على تنقضاتنا يعيش الآن على أخطأنا يمد عمره بحؤن دماء وحؤن أكسوجين من منطقنا المتشدد في التعامل مع الآخر أنا لا أدعو للتفريط في دم ولا أدعو للتفريط في الشرعية ولا أدعو لشيء غير أن نبحث عن وصيقة وطنية مشتركة نضع فيها الأولويات ثم نتحدث لاحقا في الأمور الفرعية الأولويات أن يغرب هذا الرجل وأنا بقول من خلال بنامج حضرتك لا حل في بقاء السيسي لأنه هو جزء كبير من الأزمة وبالتالي لن تحل الأزمة في وجوده وكل من كان طرفا في الأزمة يجب أن يبعد عن الساحة في مرحلة الحل ثم نحتك من الناس والناس هي التي تقرر ثم نعود إلى إرادة الجماهير ونحترمها ونتوافق أن نلتزم بهذه الإرادة ولا نكرر أخطأنا مرة أخرى لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب وأنا لا أساوي بين الخطأ والخطيئة في خطأ وفي خطيئة كبيرة جدا أنا لا أساوي بين الاثنين لكن كمان لا أستطيع أن أنكر أن كان هناك خطأ وهذا الخطأ هو الذي فتح الأبواب أمام هذه الخطيئة والذي تركها يعني تفعل بنا كل ما حدث في المرحلة الماضية إحنا عايزين نرجع لبلدنا عايزين تعود بلدنا لينا كمصريين حزنين جدا على كل الدماء التي سالت لكن كمان قلقين على دماء أخرى قد تسيل ونريد أن نحقن هذه الدماء ونريد أن نحتكم إلى العقل وأن نحتكم إلى العقل وأنا بقول وأناشد كل عقلاء هذه الأمة أن يجتمعوا على كلمة سواء وأن نأخذ خطوات نحو بعضنا البعض مش للبعد عن بعضنا البعض ونستوعب هذا الدرس الذي حدث وندرك أن الفراغ اللي كنا بنتحدث عنه اللي ما لقيته القوى العسكرية في غير موقع إحنا أهلا بالجيش إحنا ما عندناش أزمة مع الجيش ولا نخونه ولا ندعو لحله ولا تكفيره ولا غيره إحنا بنقول هذا الجيش هو جيش وطني وإحنا حرصين عليه لكن حرصين أن يكون في موقعه الصحيح على الحدود وفي حماية بلدنا في دوره الذي يعني في دوره الدستوري وفي دوره المنطقي وفي دوره الطبيعي وليس في أدوار الآخرين مصر ستعود وسيعود لها حقها في الحرية والكرامة وستعود كل الصحقاقات يناير عندما تتوحد كل الأيدي وتصطف كل القوى من أجل استعادة الحرية وديمقراطية في مصر فيما تبقى لنا من دقائق معدودة وكان حديثاً شيقاً نشاط السياسي والإعلامي الذي يدور خارج مصر حيث يتواجد الآن المصريون الذين ألجئوا إلى مقادرة وطنهم هل هناك شيء نحن الآن تقريباً في منتصف فبراير نسجل هذه الحلقة ونحن في منتصف قريباً من منتصف فبراير 2016 هل هناك شيء يجري مبادرات مشاريع جهود على الأقل لإعادة لم الشمل بين معسكر الثورة الذي رأيناه تقريباً منذ شهور قبل الإنقلاب يدخل في نفق التبعثر والله يا دكتور أنا متفائل وفي جهود وفي قدر من التوافق على حد أدنى من الأمور التي يمكن أن نجتمع عليها جميعاً مازال أمامنا خطوات؟ نعم مازال أمامنا خطوات هذا الجهد ترى كومي وسيظهر في وقت قريب يعني ربما ليس قريباً جداً لكن أقرب بكتير مما يتصور البعض كل يوم في عمل كل يوم في جهد كل يوم في إفساد لهذا الجهد إحنا للأسف في معسكرنا نعمل أو يعني نعمل بيدنا اليومنا وندافع عن ما نفعله أو ما نفكر فيه أو ما نحققه من إنجازات بيدنا اليسرى نتمنى أن يأتي الوقت أن إحنا نعمل بكلتا يدينا ونستطيع أن نحقق نتائج أسرع وأنا متفائل جداً في المستقبل ومتفائل أن الرهان على العقل والحكمة والرهان على حب الوطن وعلى حرصنا جميعاً أن نتجاوز هذه الأزمة هو رهان صحيح مائة في المائة وكما رهنت على ثورة يناير وكنت مؤمناً أنها ثورة وأنها قادمة وأنها ليست انتفاضة وليست مظاهرة أنا مؤمن أن التغيير خادم حتى لو اختلفت الترق والوسائل والميادين والشوارع والتواريخ لكنهم قادم لأن الله سبحانه وتعالى لن يقبل باستمرار هذا الظلم الذي تعيش فيه مصر طبعاً خارج الدائرة المصرية أيضاً إذا تكلمنا عن دائرة أوطان الربيع العربي هل هناك أيضاً حراك مشابه أو جهود مشابهة؟ أنا تشرفت بالمشاركة في تأسيس المجلس العربي الدفاع عن الثورات الديمقراطية الذي يقصوا الدكتور المنصف المرزوقي أستاذنا وأخونا الكبير وأشارك فيه أنا وزميلة توكل قرمان ودكتور أحمد طعمة والزميل العماد الدائمي وآخرين وزميل إسماعيل من ليبيا يعني ممثل في كل الدول الربيع ولدينا مشاريع في المرحلة القادمة اجتماعنا أكثر من اجتماع في الأسابيع الماضية وهناك اجتماع آخر خلال يعني أسابيع قليلة قادمة سيتقرر فيه برنامج عمل هذا المجلس لكون بيت للخبرات للثورات العربية نتداول فيه نتبادل فيه خبراتنا نضع تصورات نضع لجان لحل المنازعات نتدخل بالوساطة من خلال لجان الحكماء كل هذه الأمور في خارطة عمل ستعلن قريبا إن شاء الله دكتور أبنوري أنا شكر جدا على ما أعطيتنا من وقت شكرا لك دكتور طبعا إحنا ألبناك ألبناك البيت ألبناك يا رأسا على عقد شكرا لتقدير لحضرتك وأنا سعيد بهذا اللقاء اللي بعتقد أنه ربما من أطول اللقاءات الصحفية التي أجرتها أو الإعلامية لكنه من أفضل وأرقى وأكثر اللقاءات قربا إلى قلبي الله يبارك فيك طبعا إحنا في العادة بعد أن تعرض الحلقات نخصص حلقة على الهواء فإن شاء الله بعد أن يبدأ عرض الحلقة لو كان لي عمر أنا معك في هذه الحلقة أكون سعيد بملحظات وأسئلة وكل ما يأتي من مشاهدين الأعزاء طبعا هو هذا الهدف الهدف أنه بعد ما يكون المشاهدون قد شاهدوا الحوار هناك من لديه أسئلة هناك من لديه تعليق هناك من لديه انتقاد أو تعقيب أهلا وسهلا نرحب به ويكون على الهواء وستكون في ضيافتنا هنا في إسطنبول بإذن الله أهلا وسهلا إلا طبعا إذا كان حلت مشكلة الجواز وتمكنت من أن تزورنا في لندن فنرحب بك أيضا في لندن إن شاء الله ربنا يحل كل أزمتنا ونلتقي المرة القادمة يا رب في مصر إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا اشتركوا في القناة